الانفاق الدفاعي في الدول المؤثرة في العالم يبلغ مستويات قياسية ونادي دول الأكثر انفاقا على الخطط الدفاعية يتسع مع انضمام الصين مؤخرا إلى البلدان التي عززت ميزانياتها الدفاعية ولكن لتدارك الاتهامات أوضح المتحدث باسم البرلمان الصيني أن التحديث العسكري لبكين لا يمثل تهديدا لأي دولة بل يشكل قوة إيجابية للحفاظ على السلم العالمي وكانت الصين قد أعلنت أن زيادة الانفاق العسكري يأت انطلاقا من ضرورة الاستجابة لتحديات الأمنية المعقدة أي تحديات معقدة تواجهها الصين وهل تنجح بكين بأن تفرض نفسها كقوة إيجابية للحفاظ على السلم العالمي أبرز التحديات العسكرية الصينية في السنوات الأخيرة وتفاصيل أوفى مشاهدين عن هذا الملف في هذه الفقرة من غرفة الأخبار مع زميلتنا مورو جبراهي في ظل حديث المتحدث باسم البرلمان الصيني عن قرب إقرار ميزانية دفاعية جديدة للصين بسبب التطورات الأمنية الجديدة نتعرف على أحدث التطورات العسكرية الأخيرة للجيش الصيني خلال الأشهر الأخيرة الماضية ضمت حاملة الطائرات الصينية الثالثة التي أطلق عليها اسم فوجيان إلى حاملتين أخرين دخلتها الخدمة بالفعل هما الحملتان ليونينغ وشاندونغ في العام 2019 في غضون سنوات قليلة باتت الصين تمتلك أكبر أسطول بحري في العالم وسفن سطحية متطورة غوصات تعملوا الطاقة النووية إلى جانب امتلاكها مئات الصواريخ الباليستية طويلة المدى ومتوسطة المدى أيضا قام سلاح الجو الصيني بصناعة مقاتلات قاذفات من نوع 15 جي مستوحى من طائرات سخوي الروسية هي قادرة على حمل أسلحة نووية بالإضافة إلى آلاف الطائرات المقاتلة نوويا تمتلك بكينة الآن حوالي 350 رأسا نوويا وتقدر أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدر أن هذا المخزون قد يتضاعف أكثر ليصل إلى 700 رأس بحلول العام 2027 سمحت زيادات وسنوية مستمرة لأكثر من عقدين من الزمن للجيش الصيني الذي يضم مليوني فرد سمحت بزيادة قدراته في جميع الفئات هذا وكانت الصين قد خصصت العام الماضي 229 مليار دولار للإنفاق العسكري طبعا سباق مع الوقت في هذا الإطار وأيضا على ما يبدو شانتال أن أصداء هذه الزيادة في الميزانية الدفاعية للصين ستمتد ليس فقط في الأجواء الصينية ولكن أيضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقدر الخبراء فيها بأن الميزانية الصينية المعلنة ليست هي الحقيقية وأن الميزانية الحقيقية أكثر من المعلنة بضعف إلى ضعفين كل ذلك مروج ينطبق أو يندرج تحت إطار سباق التسلح ليعيشه العالم في ظل موجة من الصراعات التي تتزامن اليوم يمكن الحرب الأوكرانية الروسية هي من فتحت الباب على حروب يعتقد البعض أنها ستبدأ قريبا وبالتالي نرى توجه دول ليس فقط الصين حتى الجانب الأوروبي الدول الأوروبية التي لم تفكر يوما بذلك وكانت قد اعتمدت طوال الفترة الماضية على الدعم العسكري الخارجي اليوم نراها تراجع سياستها طبعا المانيا على سبيل المثال التي لطالما أرادت أو فضلت أن تخصص هذه الأموال للصناعة والتنمية ولكن نشاهد على حين غر شانتال أن تخصص أموال طائلة لميزانية الدفاع ما يعكس أن هناك هواجس أمنية لدى الكثير من الدول خلال هذه المرحلة ولا أحد يعرف من سيتفوق عسكريا مروج اليوم كل الدول تسعى لربما لتحقيق السلم العالمي لكن حقيقة هذا التسلح أو سباق التسلح مستمر لا أحد يعرف كما ذكرنا من سيتفوق وبالتالي يبقى التساؤل كيف يمكن لهذا السلم العالمي أن يتحقق في ظل هذه الحقائق التي ذكرت جزء كبير منها الليلة شكرا لك مروج على هذه المداخلة الليلة